مرحبا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كابسولة ومع شخصية جديدة محمد الساسي أستاذ جامعي بكلية الحقوق جامعة محمد الخامس أقدال موضو جنبر 1978 وولد الساسي بمدينة الرباط في السابع من ونبر 1958 وهو عضو منتخب لعدة سنوات لتمثيل رجال التعليم العالي الباحثين في مجلس الجامعة والهيئات النقابية وقد نشر مقالات ودراسات في مجموعة من الجرائد والمجلات من بينها نوافذ وجهة نظر الشعلة النشرة الرائد والصباح لبغاستان والمساء وقد صدر له كتاب تفاصيل سياسية ويعتبر الساسي مدير سابق ومؤسس لجريدة النشرة ومدير مجلة الرائد وكاتب عمود في جريدتي الصحيفة والجورنال بالإضافة إلى أنه ساهم في إصدارات وكتب مشتركة من بينها العلاقة بين الحركة الجمعوية والفاعلين السياسيين والسوسيو اقتصاديين ومشروع التحديث في المجتمع المغربي كما يساهم الساسي باستمرار في نذوات ومناظرات وأنشطة علمية في الجامعات والمعاهد وفي أنشطة فكرية وثقافية للطلباء والشباب وللجمعيات المغربية وهيئات المجتمع المدني عبر مختلف مناطق المغرب وهو عضو مؤسس ومنسق لمجموعة البحث في العلوم الجنائية ومؤسس جمعية الوفاء الديمقراطية وكاتبها العام بين 2001 و2005 وقد اختارته مجلة الجورنال إبدومادير ضمن 22 شخصية مغربية ذات تأثير وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الكابسولة لنلتقي في الحلقة القادمة مع كابسولة جديدة وشخصية جديدة إلى اللقاء